موسيقى التي فتحت أعيني على توابط الكبرى التي يتشبت بها المغربي الأويل وحدة طرابية للمملكة وبناء على هذه المسألة لما أسسنا البضاوي ثم الوطن الآن ثم موقع أنفس بريس تحصل حاصيل هذا من جهة ثانية قبل استشهدت لك بمثال الزلزال وأنه الزلزال لما يقع اليابان منطقة زلزالية ولكن استطاعت اليابان أن تعبئ المجتمع دي لكله كبرشة أنه الفرضي أو صغر على كيفية مواجهة الزلزال منك يجي الزلزال كعرفين أن يتخبأ بعد على الصقف أشنا من السكول الأولين التي يعني أن يقوم بها كذا إلى آخره فالمنطق الذي يحكمنا نحن يحكمنا أننا في وضع هذه التعبئة لمواجهة واحد خطر زلزالي يتسمى الزلزال الجزائري وبالتالي دائما نحن في حالة استنفار وأدعو جميع الفاعلين في المجتمع المغربي سواء جامعات سواء أحزاب سواء نقابات أن تبقى هذه الحالة دي الاستنفار طالما قلنا الملف لم يطوى نهائيا إذن هذه العقيدة الرسمية التي تحكم العمل في الجريدة وتحكم العمل دي الزملاء في مؤسسات إعلامية إعلامية أخرى هذا من جهة من جهة تانية لما تجد يعني في الضفة يعني في كوريا الشرقية أو الجزائر لما تجد بأن الدولة بشكل رسمي منخارطة كما قلت في أحد الحرب لتشويش على المغرب ولتركيعه وليستنزافه واستعملت في جميع الأوراق كما قلنا قبلها الوراقة الحقوقية الوراقة الدبلوماسية الوراقة دي البنقوسي النهر ترى وقت إلى آخره واستعملت فيه أيضا الاختراق الإعلامي عبر إنشاء واحد المئات بالألاف الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الاحتقان داخل المجتمع المغربي هذا من جهة ثم من جهة تانية وهو إغراق وحد العدد دي الوسائل الإعلام الأجنبية بصحفيين بتوصية من أجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية ثم يعني تحويل جميع وسائل الإعلام الجزائرية إلى منصات لإطلاق يعني ذلك الصواريخ نسمى نحو المغرب كانت هذه الوسائل الإعلام مرأية أو مسموعة أو إلكترونية وبرعاية من المخابرات العسكرية الجزائرية إذن هذه المخاطر التي نعينها ونشوفها يستحيل على المرأ لو كانت فيه واحد العلق ينبض بالوطنية دي البلاده يعني قد يقول كودي الله من هذا منكر كيف أسمح أنني واحد العدو كما قلت قبل لأزلي يعني نخليه يستعمل بمثل هناك العسكري هذا الكلاطة تواجه العسكري الجزائري وبمثل ما الدبلوماسي يعني يناضل بسحة دبلوماسية لإفشال المناورات ديالهم بمثل ما يناضل الحزبي أيضا إعلامي يعني يجب أن ينخليط أيضا في هذا المعلان يعني معركة دينا جميعا وهذا ما يحينوني إلى القول بأن الصحراء معمرها كانت قدية النظام الصحراء المغربي دائما كانت قدية الشعب المغربي وهذا هو اللي ما وعاتوش يعني الطعمة العسكرية في الجزائر وهذا هو السببب اللي خلق رغم الملايير اللي حطازها أنها لم تفلح في أن تصيب يعني المغرب بالخسرات وهنا قد نجيل واحد النقطة اللي تكلعملها الأستاذ السعبد الرحمن على مستوى الإرهاب وعلى مستوى الإرهاب وعلى مستوى الدور ديال الجزائر في يعني خلق واحد البؤار يعني جهادية وإرهابية في المنطقة ديال السعيد من لك تشد يعني على مستوى يعني الرسم كتتأخذ واحد البيكار وكتشد ذك السيلو البيكار وكتحطه في قلب العيون اللي هي الوسط وكتدين واحد دائرة هذه الدائرة كتتأخذ واحد الحوض لما تغلو المجال الحيوي للمغرب فإذن جنوبا هذا البيكار دائرة دائرة دياله كتوصل للغرب إفريقيا والساحل وفي الشمال كتوصل لحتى الاتحاد الأوروبي مني ومرتاح في الغرب الإفريقي لعدة اعتبارات الكنادري يعني أن المغرب يجب عليه أن يركنا إلى الاستسلام وليطمئنا المبالغ فيه بل على الأكس يجب دائما أن يكون يقضا ويعزز ويكرس الحضور في هذه المنطقة الغرب الإفريقي في الطرف الآخر نجي الدول الساحل دول الساحل منطقة لا دولة يعني تما يعني بعد تحويل بؤر التوتور كلها تقريبا يعني من الشام من العراق من طراب ورف أفغانيستان إلى آخر تحولت كل هذا التوتور إلى دول الساحل ونحن نعلم بأن الجزائر كما قال الأستاذ يعني عندها امتدادات داخل جميع الكتابات الحاصفة وجميع التقارير دي المراكز بحت ومركز رسمية أشارت يعني بأن الجزائر متورطة في تمويل ودعم هذه التنظيمات الإرهابية بل بالعكس هناك في التنظيمات دي البوليزاريو بنفسها حوالي تقريبا حسب التقديرات التي صدرت عن المسؤولين دي البسيج مياه دي العناصر دي البوليزاريو متورطين ومتابعين في قضايا دي الإرهاب إذن بالنسبة للمغرب إذن المجال الحيوي دي دول الساحل يشكل واحد الخطر يهدد الأمن القومي دينا وبالتالي يجب علينا نحن كمغرب المقاياق هذه لأن الجزائر قد تسخر هذه كل التنظيمات الجهادية لتحويلهم وتزيرهم إلى المغرب على الشمال ماذا نجيد نجيد يعني الاتحاد الأوروبي قبل البريكسيت والاتحاد البريكسيت قبل البريكسيت كان وضع واحد لأنه كان عندك بلوك واحد لكن بعد البريكسيت ولو عندك دو بلوك قد أشبهه بإفريقيا الغربية وبدول الساحل إفريقيا الغربية بريطانيا لأن حليف جديد ربيحنا بحين أن دول الساحل بين قوسين في الاتحاد الأوروبي المحوار للفرنسا الذي ينزعيج مما يجري في المغرب والأستبعيد وجود واحد تواطؤات للألمانيا وفرنسا مع الجزائر لمحاولة جر المغرب إلى الحرب ليست لدي قرائن ولكن الحدث يقول بأن هناك شبهات لتورط ألمانيا وتورط للفرنسا في في إصدار فتوى بين الزوجتين على أن الجزائر جر المغرب إلى الحرب حتى ينهك وحتى تعرقل هذه المسيرة ديالها فتبقى بريطانيا بريطانيا التي خرجت من بريكسيت ليس فقط لأن مسائل اقتصادية ومسائل مالية رغم أهميتها ورغم الضور والحجم الاقتصادي الذي تلعبه بريطانيا على المستوى العالمي ولكن المواجهة لا تقارش في الناحية الأطلسية المواجهة الآن أو مركز التقل العالمي أصبح في المحيط في الباسيفيك وهذا ما يفسر لأنه الآن هذا الحلف يرسم ما بين بريطانيا وولاية المتحدة أو أستراليا لمواجهة المد الصيني إلى آخر الدو هذه الغواصات الأسترالية يجب أن تدخل في هذا المدر إذن المغرب نوعا ما رابح مع بريطانيا كحليف جديد ولكن مؤشرات تؤدل على ذلك اللولا هو ذات الكابل البحري خطة مليار الدولار ثم الشركة التي حدثت مؤخرا النقل البحري ما بين المغرب وما بين بريطانيا مباشرة ثم نحن وبريطانيا نشترك في الوباء الوباء الإسباني مع فارق أن إسبانيا تحتل سبتا ومليليا وفي الضفة الشمالية أن بريطانيا تواجه واحد المطلب إسبانيا نحن كمغرب لدينا مصلحة في تعزيز هذا الحلف وتقويته مع البريطانيين ولهذا أسقطوا هذا المصطلح على ألمانيا وعلى فرنسا لأن ألمانيا وفرنسا أصبحوا زعجون من هذا ننزياح للمغرب نحو الحلف لأمريكا بريطانيا إلى آخر والذي تعزز بالاتفاق تولاتي الإسرائيلي المغربي الأمريكي دوق الدسائس التي تحيكها هذه الدول الأوروبية ضد المغرب ولكن كما قلت المغرب الحمد لله دولة عريقة يعني كسب خبرة في مواجهة الدسائس وكسب خبرة في التأقلم مع كل الحملات التي تستهدف الأمل القومي دياله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر